مسلسل كارتوني خاص بكراش بانديكوت ولكن السلام عليكم أعزائي المتابعين معكم مياد بانديكوت فروم ذو ميدل إيست ومرحبا بكم في قناة فور جيك سايز أونلي وقبل لا نبدأ لا تنسوا تشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين وتفعلون جرس التنبيه يلا خلونا نبدأ شباب المقطع العجيب اللي قاعدين تشوفونا جدامكم الحين هو عبارة عن بايلت أو ديمو قصير حق مسلسل كارتوني خاص بكراش بانديكوت وصار لنا السنة نسمع إشاعات عن هاي المسلسل وإنها تحت التطوير ومطورين المسلسل أهما أكتيفجن وأمزون وطول هالفترة ما كان فيه أي خبر ومعلومات عن هاي المسلسل والحين تسرب هاي المقطع اللي قاعدين تشوفونا جدامكم ويأسفني جدا أني أخبركم أن هاي المسلسل إنلغة ليش يا أكتيفجن وفانز ومحبين سلسلات كراش صراحة متحطمين جدا وقعدين يغردون عن هاي الموضوع وبدوا هاشتاغ ريزراكت كراش كارتون فبحط التويت مالي في الوصف ادخلوه سوو ريتويت نبي الهاشتاغ يضرب توب نبيهم يشوفون أن في ناس يبهون هاي المسلسل الكارتوني حق أحد شخصياتنا المفضلة من عالم الإلعاب وفي نسختين من هاي البايلت أو الدمو الفيديو اللي تشوفونا جدامكم نسخة أولية ونسخة ثانية في بعض الاختلافات البسيطة جدا ناحية الرسم بنزل فيديو ثاني بخلي مقارنة بين الاثنين ستايل الرسم في الكارتون وايد عجبني ثروباك حق التسعينات وايد رجعني للتسعينات ومنباشرة من أول ما شفتت ذكرت كارتون واحد رينان ستامبي وايد واضح أنه كان يبهون يسوون الكارتون بهاي السلوب بسلوب رينان ستامبي وحتى الكارتون يعني من شكله من الأشياء اللي شفناها شوي سلاب ستاك شي كوميدي وايد يعني كان لوني تونز بس ضربينهم ستيرويدز وبعد ذكرني شوي ذكرني في كارتون جرافتي فولز شوي الألوان والتون يعني شي ظلام وشوي وألوان حلوة وشي وألوان فاتحة في مكان ظلام ذكرني في جرافتي فولز ولكن تصميم دكتور نيو كورتكست كأنه رئيس من لعبة كوب هيد بالضبط يا بو صح يعني نسوينا كأنه شي ثروباك حق الأشرار من كارتونات الثلاثينات ولكن أحس ويدي ناسب في لعبة كوب هيد ومصدق يعطني فكرة وايد عجيبة تخيلوا لعبة كراش بانديكوت بستايل كوب هيد وبصعوبة لعبة كوب هيد وكان فيه وثائق أخرى تسربت بعد منها نص شي تقريب نص بسيط للقصة بنزل فيديو ثاني بقرأ نص وبختصره لكم في الفيديو لأنه توني الحين تشايف الخبر ومباشرة تقيت ركورد قلت لازم أسجل فيديو ونزل عن هالموضوع فبقرأ نص وبعطيكم الله خاص في الفيديو الياي فترقبوا هاي الفيديو ولا تنسوا تشتركون وتفعلون جرس تنبيه علشان يوصلكم تنبيه لما نزل الفيديو ذاك وللأسف هاي مو أول مرة مسلسل حق راش بانديكوت ينلغي لأنه في التسعينات لما كانوا يشتغلون على اللعبة الأولى سووا بعد بايلوت قصير حق مسلسل كارتوني على اساس انه ينزل مع اللعبة في نفس الوقت ولكن بعد ألغوا الكارتون تخيلوا لو نزل الكارتون حق راش بانديكوت كان بيكون من أحلى الكارتونات في التسعينات واللي ضحك أن استاهل ذاك الكارتون اللي من التسعينات كان جريب حق ايرث ورم جيم فاحس كان مئة بالمئة كان بينجح انتو شراكم شووا وهل تريدون تشوفون كارتون خاص بكراش بانديكوت كتبوا لي في التعليقات وسووا لايك الكومنت اللي بسوي في التعليقات هاشتاج رزوركت كراش كارتون وبعد أخلي لكم في الوصف لتويت مالي رحوا يساوي رتويت علشان نوصل هاشتاج رزوركت كراش كارتون الى التوب نبيكون ترندي شباب شكرا على المشاهدة مع سلامة جيك اوت